السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد سعيد وهنا محمد سعيد من القناة تأسيس بنوند عقيد. وان شاء الله نهار دي الفيديو رقم ثلاثة في كورس المحادثة الدولي المجاني. عايز تتكلم في نقطة مهمين جدا جدا. النقطة الاولى يا جماعة كل شوية جرد الواطس امتلأ. جرد الواطس امتلأ. احنا قلنا جرد الواطس ده كان معمول عشان حاجة معينة والعاية بقى كبير. فعملنا كقناة على التليجرام. من نفس فيها واجبات والاسائلة بتاعتنا وهيكون عليها شرح لما هتجده كل حاجة ان شاء الله. طيب. هدخلها ازاي هتلاقي الرابط بتاعتها تحت الفيديو. في الوصف تحت. الحاجة التانية مستر ممكن تبعت لنا الماتيريال بتاعت بدي ايف ونضعه ونجيبه. جماعة احنا قلنا الكورس ده انا انا شاريه. شاريه والله يعني ما ينفعش. آآ موجود آآ الماتير اللي بتاعته شحن المحافظات لو محتاجينه. مش محتاجينه خلاص. ما عايز حاجة مجانيه. خلاص شغل الفيديو زي كده. واخد اكتب الكلمات عندك. آآ وقاف الفيديو اقرأ منه. النهاردة هناخد ان شاء الله هنختتم من الوحدة الاولى. الوحدة الاولى. آآ في المحادسة. درس النهاردة. ها? ها? اريو اوكي. اريو اوكي. يعني هل انت بخير? ازاي اعبر لحد او ازاي اسأل حد. لو شبت حد قدامي متضايق زعلان وقع اتكسر اتخبط. ازاي يقوله ايه اللي فيك? ده محادسة. مهمة جدا جدا جدا. هنا بقولي هنا في اطفال بيتسابقوا بيعملوا مسابقة. زي ما انت شايفين. في كلمة ready set go. يلا استعدوا. البنت دي لابست رينج احمر. فبتقول استعدوا عشان تجروا. وهم بيجروا. ولسه بسم الله الرحمن الرحيم بيجروا. راح الكلب بتاع البنت دي داخل على التراك معاهم. دي كلمة تقال لي ايه? ها? للتعبير عن ايه? الفجأة. او التعبير عن الاندهاش. واحدة من المسابقين جرت ولا الكلب عشان تجيبه عشان ما يفسدشي ال. ايه كان احنا احنا ها. ومسلسل الكلب جيه قدامها فاتك عبيلت وهو ققت. طيب. هنا البنت هي بتجري راح ايه? راح اتوقع ارض. فطبعا لما حد يقع ادامي او حد يصل له حاجة هقول له ايه? هقول له هو هي قالت ايه? اوش. اوش دي كلمة تقال لي تقبير عن أنا ماشي في البيت رجلي صباح خبط في الكرسي دي كلمة تقال للتعبير عن أنا أنا هقولي بقى اللي هي دي يعني ماذا بك قالت رجلي مالها بتقلي مني رحت صاحبتها سهلتها قاتلها أعتلها أعتاقت ذلك أنا شكرا يعني كويس بالحمد لله هنا بقولي تحت ايه خليك عطوف خليك قيب يعني ايه لما حد يحصل قدام الحاجة دي يحصل قدامك حاجة لحد انسأله تقوله إيه اللي فيك هنمارس المحادسة أنا وهنا هتوقف الفيديو انت كمان وتمارس المحادسة انت موامة انت واخوك تمام هتخالي أنا بجري وهقول اوش هنهتسألني what's wrong my leg hurts are you okay I think so thanks بس قدر مطلوب منك حتة فيديو صغير عن الحاجة دي وقف الفيديو كتر مرة واسمع ليه الشرحة أكتر من المرة عشان دي المرة رقم ثلاثة حنصور فيها الفيديو والله وما يطلعش كويس تمام تحس ان وشتي كده مش مبسوط لان دي ثلاث مرة نصور فيها الفيديو من الساعة تسعة حنصور الفيديو ده تخيل ساعة ونص هنا بقولي listen and number طب أنا أحل ده إزاي يوقف الفيديو وخلي ابنك ها number one فيني هنا اللي هي لما انطلقوا number two لما البنت وعد دي number three لما الولد سألها number four لما البنت إيه أطلعها are you okay خير هنا بعد كده listen and say then act بقولي استمع وقول بعد كده إيه مثل هنا ouch what's wrong my leg hurts ده كل المخبوب منك ان انت لو حد لو انت وقعت أو خبطت تقول ouch وازاي اسأل حد اقول له what's wrong إيه اللي فيك هيقول لي my hurts my leg hurts my hand hurts my finger hurts تمام ده بالنسبة للجزء الليه الجزء الأول الجزء الثاني بتكلم عن our senses our senses يعني ايه يعني حواسنا حيني عندنا كام الأول هتعمل لي فيديو صغير انت واخوك انت وماما انت بابا بتكلم فيه مثل ان انت ايه توقف الفيديو مسلا وحدث هارف موبايل وتقروا المحادسة بعد كده تعملها من غير ما تبص في اي حاجة هتقول ouch what's wrong my head hurts my hand hurts my leg hurts اي حاجة بعد كده تاني هتقول لك ايه are you okay I think so thank you ده محادسة مهمة جدا بعد كده we have five senses احنا عندنا خمس حواس ايه ري كده هنا الكلمة دي see hear smell taste touch طبعا في المعاني طبعا see يرا here يسمع smell يشم taste تذوق touch طيب انا مطلوب مني ايه في درس الدرس الاخير في الواحدة يا جماعة مطلوب مني مطلوب مني نقول we have five senses احنا عندنا خمس حواس يلا اقولك دي هنا جمل عشان تعملوا فيديو زي هنا بالضبط we have five senses I can see with my eyes I can hear with eyes في ال eyes مشهورت احنا ليه نا خمس I can see with my eyes I can hear with my ears I can smell with my nose I can taste with my tongue I can touch with my hand الوامتان عشان هم هيقلدوك ويعملوا فيديو زيك بالضبط واحة واحد we have five senses I can see with my eyes I can hear with my ears I can smell with my nose I can taste with my tongue I can touch with my hand بس ده الفيديو ليه التاني اللي هتعملوا احنا عندنا خمس ايه حواس تمام رجاءا ثم رجاءا ثم رجاءا النطق جماعة يعني الحصة اللي فاتت او السيشن اللي فات قلنا نطق يوم نسبوع صح والاسف نسكر جدا جدا بعدها غير نهتم بالنطق مهم جدا جدا لو انا عندي اتنين رايحين انترفيو يدام مع وظيفة انا عندي معاه شهادات وهنا معاه نفس الشهادات انا الاكسن بتاعتي وحشة وهنا اكسن بتاعتي كويسة ياخده هنا طبعا سواء بره او جوه اي مكان نهندر انجليش اللي نهارده اللي عايز شيف في فندق اللي عايز طباخ بقوله انا عايز منك هو الانجليش ما مطلوب جدا جدا دلوقتي تمام طيب اللي بعد كده جيب لي هنا ايه يا رهيان كلمة دي كده احنا كده معانا درس مهم جدا في القواعد جوه المحاتسة زي الاجانب ما بيعلمه المحاتسة ايه هو الدرس شيف كلمة اه جيبها بالاحمر ازاي دي اداة نكرة بنحطها قبل الاسم المفرد اللي يبتدي بصوت ساكن هناخد نهارده ايه بس طبعا بتقولي الكلمة اللي ورايه اسمها مفرد بشيلها مع الجمع وبشيلها مع الصفات وبشيلها مع الاسم الغير معدود ايه غير معدود زي ما هو شايف كده عندك كتب ايس كريم مقدرش عده بيتسا مقدرش عدها مفعش اقول تمام طيب مطلوب مني ايه كمان هنا دي ذاكرة مطلوب مني ايه كمان ان انا قدر اسأل حد what can he see what can she see مثلا انا قاعد انا وماما واخويا قاعد فانا هسأل مامتي اقول لها او ما تسأل تقول لي what can she see او what can he see هو شايف ايه what can he see what هقول يبقى سألنا عنه يبقى he can see واقول كذا طيب what can she see هقول she can see واقول كذا تعاني مارس اكتر عشان تفهم المحادثة مطلوب منك ايه انا هسأل هنا عالراجل ده وعالبنت دي يلا هنا what can she what can he see he can see a bird what can he see he can see a car what can he see he can see a flower what can he see he can see ice cream هنا هنا قالت ice cream ما قالت a ice cream لانها اسمي لا يعد what can he see he can see a bird what can she see she can see a kite what can she see she can see a dog what can she see she can see pizza طلعت شايفة بيزة ما قالت شايفة what can she see she can see juice what can she see she can see a dog ممكن اصلاح اقول what can you see what can you see I can see a bird قالت اي بقى انا بسألك انت what can you see تمام طيب التدريب اللي بعد كده وقف الفيديو وحلوا معنا هنا جيب لكلمة اباس ادوج افلاور ابيتزا خط بالك دايما بركز على ده دي هنا بقولي ركز طب يا مستر همش كتبين هنا الاية بتيجي قبليه لا ده المحادسة بدرسوها كده ان انت المدرس زي المنها الجديدة عندنا بالضبط انا بستخدم ده في المنها الجديدة عندنا بالضبط بيكون الحاجة مش واضحة مبهمة مش جايب بها قاعدة انا بحطها لطلابي فهنا اخد بالك اه بتيجي قابل اسمه فهنا اخد ذا بعد كده وان بعد كده ان شاء الله هنا بقولي الالم والخبز والدب بتشوفهم تعني تشوف ايه اللي هينفع يمشي معهم I can see it البن يعني I can hear a pen I can smell a pen I can taste a pen I can touch a pen يقدر استخدم الحواس بتوعي مع الالم I can see a bird I can hear a bread Can I smell a bread Can I taste a bread Can I touch a bread تمام Can I see a dog Can I hear a dog Can I smell a dog Can I taste a dog Can I touch a dog يس ممكن برضو استخدم ده في الفيديو برضو مع ابنك لو انت عايز تخلي المحادسة عنده تحط احت ضغط مهم جدا جدا طيب Can I see a pizza Can I hear a pizza Can I smell a pizza Can I taste a pizza Can I touch a pizza Can I see a bus Can I hear a bus Can I smell a bus Can I taste a bus Can I touch a bus Can I see a flower Can I hear a flower Can I smell a flower Can I taste a flower Can I touch a flower ده كده اللي ايه هنا بقول لي what can she see she can see a bus طبعا هتنفذها في الفيديو الحصة الجيئة ان شاء الله هناخد الوحدة التانية في المدينة هناخد معاهة وظايف وظيفة باباك ايه وهناخد درس مهم جدا جدا الجيئة ان شاء الله تمام يا ريت نعمل ونعلق ونهتم بالكورس ده ولو في اي حاجة لو في حاجة لو في حاجة محتاجينها او نعدل في الكورس او في حاجة عايزة نضفوها تبتح في التعليقات علشان نضيفها ان شاء الله اا شوفكم على خير ويشجعوا هنا عشان تكمل معانا ان شاء الله في الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الواجهة بجماعة الاحد والاربع عشان الفيديوات بتنزيل اتنين وخميس